الكل يلاحظ في الفترة الأخيرة وجود انتقادات كثيرة موجهة لواقع الإنسان العربي المعاصر هذه الانتقادات كانت تتوجه أكثر ما يكون إلى الفضاء أو الأرضية الثقافية الدينية التي دخلت وتغلغلت في كل جوانب حياة الإنسان العربي المعاصر هذا السؤال والتساؤل أثار غيظ وغضب وانزعات المتدينين المؤمنين الذين يعتبرون خيارهم هذا هو الخيار الأشمل والأكمل والأصح ما هي الحقيقة؟ كيف نفهم ما يجري؟ ولماذا يقول البعض بأن هناك هجوم على الدين وهجوم على الإسلام وعلى المبادئ وعلى القيم وعلى الأخلاق وأن هناك دعوة للإنحلال؟ ما هي حقيقة الأمر؟ لماذا يعتبر هذا كل من يحاول أن يقدم وجهة نظر مختلفة؟ فيما يجري يتم انتقاده وأحيانا تكفيره وطرده من حضرة الدين ومن حضرة المجتمع فردا مكروها أو مزعجا ويثير الفتن بين الناس كونوا مع أصدقائي مع هذه الحلقة السريعة حول هذا الموضوع الذي أراه مهما جدا هذا السؤال تضح لي من خلال بعض الحلقات وبعض التعليقات من هذه التعليقات أحد الأشخاص الأصدقاء اسمه سعيد يقول طيب ما هو الحل برأيك بعد أن تقدمت كثير من انتقادات حاولت أن تقدم أفكار جديدة حاولت أن تفكك تحلل التاريخ وجميع القضايا الخاصة بالمجتمعات العربية فما هو الحل برأيك ولأن هذه الهرطقة التي يقصد كأن كل من يحاول أن يبدي رأيه في الدين وينتقد الدين هذا بالطرورة هو يقوم بفعل هرطقة أو يمارس هرطقة ضد الدين فيقول أن هذه الهرطقة سهلة ويستطيع أي أحد أن يهرطق دون منهجية منطقية ولكن من الصعب أن يقدم دراسة اجتماعية كاملة مبنية على أسس تاريخية وواقعية يحاول من عبرها أن ينهض بها بالأمم والمجتمعات طبعا هذا التساؤل أنا أعيده تماما والتساؤل صحيح وحقيقي لكن التسميات هنا المشكلة عندما نقوله هناك هرطقة فالهرطقة ربما تكون سهلة وبالفعل هي سهلة لكن الهرطقة على وضع راسخ هي الوضع الراسخ هو الأسهل بالتأكيد عندما نأتي بهرطقة جديدة فمن الصعوبة أن يبادر إنسان بأن يقول أن الطريق الذي نسير عليه هو طريق خاطئ وعلينا أن نعيد النظر في هذا الطريق أو نصلحه أو لدي ملاحظات أننا نسير في الطريق خاطئ بدليل كذا وكذا بدليل أن نسير من السيء إلى أسوأ لا بد هناك من خلل الخلل في القيادات لا بس وجدنا تغيرت القيادات تغيرت الدول تغيرت تغير الرؤساء الشيء الوحيد الذي لم يتغير حتى يومنا هذا هو مؤتقدات وتقاليد وعراف الناس ودينهم فالشيء الوحيد الذي بقيه لم يتبقى شيء لم نعالجه لم نغيره وكان الناس منذ زمن بعيد المثقفون والعارفون والمطلعون والمختصون الذي قال بأن هناك أناس يجب أن يقدمون دراسات اجتماعية كاملة ومبنية على أسس تاريخية وواقعية هؤلاء قدموا دراساتهم وبحوتهم مثلا مستقبل ثقافة في مصر قدم طهسين وقدم منهج يعني قدم أفكار أساسية أدنى على الورد في الإراق أدنى أسماء كبيرة جواد علي أسماء أملاقة في بلداننا جميعا لكن لم تحظى بالفرصة أو لم تتمخذ الظروف التاريخية عن تقبل لأفكارهم جرى بعد تقبل بعضها ولفظ الأغلبية هذه الأفكار وأيضا جرت في النهاية عملية إزاحة كاملة لكل ما هو ثقافي ومثقف ومعرفي وفكري من ساحة الثقافية والاجتماعية للمجتمع لم تعد هناك طبقة مثقفة داخل المجتمع وتم شبه تمت عملية تصفي شاملة لهذه الطبقة وهي الطبقة الوحيدة التي تستطيع أن تقدم رؤية وتقدم أفكار جديدة للمجتمعات وبأتبارها هي المجتمع الأوروبي كيف تقدم؟ تقدم خلال مفكري التنوير وفكر الأنوار والفلسفة وهؤلاء جميعا كانوا ضد السلطات الحاكمة وأيضا ضد وضع الدين المهيمن على المجتمع وعانوا الأمرين جان زاكراسو حرب إلى سويسرا، بولتير حرب هو آخر، هوبز في إنجلترا، لوك ديفيد هيوم أيضا هرب من مكانه في إنجلترا، سبينوزا هرب أو طرد من مدينته أمستردام أسماء كثيرة حتى هو ديكارت، ديكارت حرب إلى هولندا وبعد ذلك حرب إلى السويد وتوفيه هناك بسبب المرضين في الوانزة هذه كلها هؤلاء جاهدوا في هذه المسألة، لماذا؟ لأنهم عاشوا على إنهاض الجماعيل وبالفعل كانت لهم صداوة، كانت الثورة الشعبية عارمة ضد السلطات التحالف السلطة مع رجال الدين فهذا أنتج بالتالي لنا طبقة مثقفة عارفة تحاول أن تنهض بالمجتمعات وتخرجها من عالم السيء الذي عاشت به بسبب التزامات الدينية وسبب هيمنة واستبداد القوى السلطة الدينية والمتحالفة مع السلطة السياسية الموضوع الآن عندما يقول أنه هناك هرطقة فمن الأصعب؟ الأصعب هي الهرطقة الهرطقة الصحيح هي تبدو سهلة وأي واحد ممكن أن يعترض ولكن ممارستها عمليا من أصعب ما يكون وثمنها باهظ جدا ما هو الأصعب؟ بالعكس الآن عندما يأتي شخص هاي من جهة الهرطقة وهي الهرطقة هي كلمة أطلقها المسيحيون على كل من يحاول أن يطرح أفكار جديدة أو يناقش أو يقول يا عالم يا ناس أن نحن نسير في الطريق الخاطئ ورأسا يتم تكفيره ونبذأ وقتله وحرقه أن صحت أن تطور الأمر وهذا ما حدث الكثير من علماء المفكرين عبره في طواله تاريخ الأوروبي الحديث بالنسبة لأنه يطلع شخص هرطوقي لماذا تحتاج عليه؟ يقول لك الهرطقة سهلة أنا أقدم لك أفكار جديدة يا أخي أنا أقدم لك تصورات جديدة يقول لك هذا الدين الذي بالنسبة لأني ما عندي موقف سياسي ولا عندي موقف أجيولوجي ولا أريد أن يكون عندي موقف أجيولوجي وإذا كان عندي أي كلمة أو عبارة فيها شيء تستمون رائحة أجيولوجيا فيها يا ريت نبهوني لأنه الإنسان لا يمكن أن يكون صافي مصفى من الأجيولوجيا أو النزعة الأجيولوجية أو الغرضية فيا ريت تنبهوني إذا أنا قلت شيء فيه شيء من التحيز إلى جهة على حساب أخرى أو فيها نفحة توجيهية أو تبشيرية عموما من الجهة الأخرى عندما تجد تحدث على المتدين المتدين يعني ليست عملية صعبة من أسهل ما يكون أن تكون متدينا وملتزمة الفراضية لأنك ولدت ونشأت في هذا الواقع وتدربت عليه ولا تعرف شيء آخر سواه فبالحقيقة من هو لديه قدرة فبالتالي عندما تكون متدين وتنظم إلى الجماعة فكل ما عليك أنه تكرر ما يقولون وهذا اللي جاري بالفعل أنه تجد المتدين وأشوفه بالتعليقات والتعليقات كل الإنسان إلى علاقة بالتنوير هو يحاول أن أقدم خطاب جديد دائما تجد التعليقات هي copy paste والآيات القرآنية والأحاديث والكلمات الجاهزة والرافضة لأنتم كذا وأنتم كذا والاتهامات الجاهزة هي كلها موجودة من أسهل ما يكون أنك تكون متدينا يعني لم تفتكر نظرية نسبية لكي تكون متدينا أنت ولدت ونشأت في هذا المكان في هذا العالم أو الفضاء الديني وأنت الذي تربيت عليه وتعودت عليه وأصبح ضمن القالب الفكري أو أصبح القالب الفكري أنت عليه والذي ترى به العالم وتفهم به الأشياء فبالتالي أنت لم تبتكر شيئا خطيرا إنما شيئا فرض عليك وولدت ونشأت في حضيرته أو في عالمه وتغذيت على مفاهيمه وقيمه وعاداته وتقاليده لهذا السبب من السهل أن يراقب أي شخص يعيش في هذا العالم السهل البسيط الذي تعود عليه واعتاد عليه من السهل جدا أن يكتشف أي شيء خارج هذا ما تعود عليه يعني من السهل جدا أن يشوف مثلا أمرأة خرجت بدون حجاب فورا يكتشفها حتى لو طلع من أتي الشعرة رأسا يشعر بوجود شيء هناك خطر يعني أو هناك اختلاف لأنه كل الأشياء معدة ومرتبة لكل أسئلة الهاجوبة العالم بأكمل مفهوم هو عبد خلق لك للعبادة فقط على أن يسمع ما يقوله أبيه ما يقوله الإمام ما يقوله الشيخ ما يطيع أمر الحاكم هاي كلها وكل ما كان مطيعا كل ما ازداد رزقه يعني الله يرزق معنى أنه الحكومة رزقها أو السلطة الحاكمة هي التي ترزقه هاي ترزقه لأنه الذي لا يحمد الله ويشكره لا يحمد الحاكم ويشكره بالتأكيد هذا سيبوء بالخسران وأما الذي يحمد ويشكر ويطيع راه الله ورسوله وربه وأولي الأمر فبالتأكيد الله راح يرزقه وهذه مسألة منطقية تكون عضو نافع داخل الدولة أو السلطة وليس عضو معوق أو مزعج لها أو متحدي لها بالتأكيد ستحصد عوائد هذا الالتزام وهذا منطقي لكن الآن المشكلة هي الآن أنه الالتزام بالتعليمات والالتزام بالقواعد وبالدين كان مربح وكان مفيد للناس لأنه يحفظ لهم أمنهم وحالهم وعموالهم ويحفظ لهم تقاليدهم وعاداتهم لكن الآن الأمر مختلف نحن الآن في بحر من المتغيرات بحر من التطورات بحر من الأفكار كل شيء الآن مفتول لم يعد الإنسان الآن جزء من جماعة ولما الآن أصبح جزء من الجماعة وفكرها وذهنها بالتالي أنت الآن غصبا عنك ستلابد أن تكون إنسانا منفردا ومستقلا ولديك أرائك الخاصة شئتا ما بيت وهذا الأمر الذي سيحدث يعني لا مفر من هذا يجب أن يفهم رجال الدين أو أولي الأمر كما يسمون أو أهل الحل والعقد فأقول علي أن يدركوا بأنه الآن لم يعد الدين ممكن يعني تحدث هنا عن دين ودين الصحيح وأنه هناك هرطقة وهناك ما أعرف إيش لكن هذا الإنسان الذي يختار الطريق السهل والذي تربى ونشى عليه لم يعد إنسانا متصلا وخاضعا بالشكل المطلق هذا الإنسان أصبح إنسانا لأول مرة عبر التاريخ يشعر بأنه غير ملزم بما تلتزم به جماعته الإنسان الآن المعاصر تدخل عليه كل التطورات يعني وهو قائد في مكان الآن يفتح الموبايل يشوفني أتحدث يقول لك عندنا مشكلة أنا أو غيري أو عشرات أو مئات أو آلاف يقول لك فيه عندنا مشكلة يطلع لك واحد مثلا جهاز حديث يقول لك هذا الجهاز لا يجوز دخوله في بلدان يطلع لك شخص يتحدث بشيء وهكذا ملايين التفاصيل تدخل في كل لحظة التضخف في ذهن هذا الإنسان بالتأكيد هناك سيطرة للخطاب السلطة والحكومة والتوجيه والديني التي تكرس الخطاب الذي تعود عليه هذا الإنسان لكن هذا الخطاب لم يعود وحده في الساحة ويحاول أن يستبق الأمور ويحاول أن يحافظ على هذا الكائن المدجن المروض المؤمن الصحيح يحاولون أن يحافظون عليه بأقصى قدر من القوة ويختطفونه ويختطفون عقله بطرق لا أولها ولا آخر وهناك جيوش إلكترونية في هذا المجال الآن تفتح تدوس أي كلمة اكتم مثلا أي شيء أي موضوع طلع لك 40 موقع أول ما جوجل أول 10-20 أي موضوع لا علاقة بالفكر بالثقافة رأي سيطلع لك في المواقع الإسلامية المدعومة من قبل الدول وحركات إسلامية يعني زاهدة بالأموال يعني ليست لديها يعني أموالها شحية خطية مساكين يعني وليست لديهم مليارات ولا غصور ولا حشم ولا أي شيء على كل حال هؤلاء هم الذين يسيطرون على المشهد لكن الآن الإنسان أصبح حرا شئنا أم أبينا الإنسان أصبح مواطنا في دولة لم تزي يعني عكس العالم كانت هناك نشأ الدول في أوروبا نحن وثم بعد ذلك نشأت فكرة المواطن وفكرة الحقوق وفكرة السلطات التنفيذية وما ذلك الآن أصبح المواطن موجودا قبل الدولة الدولة لم توجد لحد الآن بشكل الحديث أنه لدينا دول لكن كلها ما زالت هي مشاريع الدول ولديها مشاريع مواطن ومشاريع قانون ولديها مشاريع في كل مجالات مشروع تربية مشروع تعليم مشروع اقتصاد كل شيء دائما لديهم مشاريع وبالحقيقة كلها كذب في كذب لأنه لا يريدون أن يقيمون دولة حديثة ولا اقتصاد حديث ولا مجتمع حديث بل احنا لم نصل إلى درجة مجتمع لأنه يعرفون أن جميع السلطات السياسية والدينية ستكون في خبر كان بعد ذلك حتما كما حدث والمثال الموجود في عالم الأوروبي الفكرة وأنا أقولها بأن هذا الإنسان هو من السهل أن يكون متدينا وهذا من السهل أن يكون لسانه طويلا من السهل أن يغضب من السهل أن يشتم لأنه لن يخسر شيء لأنه من يتحدث بلسان حر وبعقل حر ويفكر بطريقة حرة ويشعر بالواجب أنه ينبه الناس إلى شيء سواء كان هو غلط أو صح سعني مثلا ممكن التفكار غلط لكن هذا المسؤولية والإحساس بالمسؤولية وبالمشاركة وبأنني يعني لابد أن أحذر الناس مما هو فيه ولا أقول لا أترك دينك ولا أقول لا أترك رسالتك ولا إيمانك أقول له هناك أشياء يجب أن تنتبه لها يجب أن تخرج من حس القطيع ويجب أن يكون لديك صوتك الخاص الآن قبل الغد لأنك أولا وآخرا ستكون صاحب لسان خاص بك بعد الفاصل ستحدث عن الجزء الثاني من الموضوعه هو ولماذا نجح الإسلام السياسي في الهيمنة على الواقع الموجود ولماذا هذه السهولة لماذا نتحدث عن السهولة والصعوبة في عرض الأفكار ونشرها واتخاذ القرارات بهذا الشأن أو التوجهات الفكرية بهذا الشأن سأناقش هذا الموضوع في الجزء الثاني والأخير من هذه الحلقة والآن أصدقاء العزاء هناك من يقول بأن مسألة هيمنة الإسلام السياسي لها أسباب كثيرة وأنا أقول بأن الإسلام السياسي هيمنة والحركات السياسية هيمنت على واقعنا وما زالت يعني صحيح الحركات الجهادية المسلحة يعني هيمنت منذ تقريبا ثلاثين عاما على الواقع لا حد أنه أيام الربيع العربي وبعده السنوات الأخيرة تم قطع تمويل عن هذه الحركات أغلبها تقريبا أدى الحركات الشيعية وبعض الحركات الإسلامية التمويل الدولي المنظم والعربي المنظم القطع عنها ولكن هذا لا يعني أن الحركات الإسلامية لم تتمأسس ولم تنجح في السيطرة على الواقع العربي والهيمنة التامة على الشارع والرأي العام العربي والإعلامي والاجتماعي وكل الجميع الأصعدة والاقتصادي أيضا اللي حدث هو هذا السؤال لماذا بهذه السؤالة سقطت كل جميع مشتمعاتنا بحيث الطبقة الوسطى الشبهة منعدمة الآن الطبقة المثقفة لا وجود ولا حضورة لها في أي مجال مجالات المكان الوحيد الذي بقي للمثقفين والمفكرين والذين لديهم آراء مختلفة هو اليوتيوب وليس أما الفيسبوك فأصبح أيضا منطقة مباعة كما أزعمنا أعتبرها مباعة لحكومة من الحكومات أو مراقبة بشدة وهما شركة بالنهاية شركة تجارية تبحث عن معل أما اليوتيوب فهو النافذة الأخيرة التي بقت وأعتقد هو لي أيضا لسبب بسيط أنه اليوتيوب لا يعتمد على الحكومات إنما يعتمد على الأفراد وعلى الكونتينت يعني المحتوى الذي هاي كونتينت مالتي وأكو ملايين يرفعون فيديوهات فاليوتيوب يعيش على هؤلاء لا يمكن يعني اليوتيوب فكرته فكرة عظيمة أنه يعيش على وموارده تقوم على أساس الأفراد ولا يتمد على الحكومات حكومات حتى إذا تعطيه أي مبلغ لا يمكن أن يعوضه عن هذا لأنه روح الفكرة فكرة اليوتيوب هي هذه أنه الإنسان عنده فيديو يرفعه إذا هذا راحت بعد ما جدول على كل حال وأيضا حتى الفيديوهات اللي ما لها علاقة بالفكر والثقافة أيضا يرادلها تحتاج بعض يعني تحتاج الحرية لابد مفهوم الحرية يشتغل في هذه الفيديوهات وإلا فقدت قيمتها على كل حال لماذا نجحت هذا السؤال؟ لماذا نجحت الحركات الإسلامية المسلحة وغير مسلحة في الهيمن على واقعنا وحتى أصبح السياسيون يتملقون هذه الحركات السياسية وأيضا المثقفين يتملقون هذه الحركات السياسية السبب لأنه الواقع ما زال البناء الأساسية لمجتمعنا هي بناء دينية ما زالت ولم يؤدي لم لم تتطور هذه البناء على درجة من الوعي والفكر والحرية الفكرية بحيث يصبح يصبح من الصعب على هذه الحركات أن يشتدعوها وتنتشر بهذه الكثافة والسبب الأهم والأخطر لماذا أقول أنه أنه انتشرت بالسهولة لأن المشروع المشروع الثقافي والنهضوي أو المشروع الفكري إذا سمينا أو الثقافي العربي فشل وانهار تماما يعني صحيح بدأ هذا المشروع بالثلاثينات القرن الماضي واستمر حتى الستينات والسبعينيات لا واستمر يعني بدأ ينحسر بعد السبعينيات إلى درجة كارثية بصراحة فكان هذا المشروع لم يكن بسهل لم يحدث بسهولة كان هناك حملة التربية وتعليم معظم الأسماء الكبيرة التي نعرفها الآن من طه حسين إلى كبار العلماء والمفكرين والباحثين والمثقفين والمبجئين أموما هم نشأوا بذكر فترة وبسبب انتشار التعليم المنضبط المنهجي الصحيح الذي قائم على ملاهج علمية دقيقة وعلى خبرات عالمية هذا كل في الفترة التي تسمى لبرالية وأغلبها فترة هي ملكية هذه نهضة المجتمعات نهضة المجتمع العراقي بدأنا نشعر هناك مجتمع في سوريا في العراق حتى في إفغانستان وإيران في تركيا في مصر في ليبيا تونس مغرب هذا البندار كان هو الموديل المنتشر أنه هناك نوع من التحديث والاستمرار في هذا المجال وأيضا ظهر محمد عبد محاولة للإصلاح قبلها بفترة قبل الظهور الملكية الملكية قبل قرن العشرين فظهر وحاول يقدم خطاب إصلاحي وحاول أن يعني يؤقلم بين الدين والحداثة ويقول أن الدين ليه شيء من هارق لكن كل هذا انتهى بعد هزيمة بعد أن تورطت الحركات القومية والسياسية التي ظهرت الثورية عموما اشتراكية على علمانيا علمانيا ما أدنا علمانيا لا توجد حزاب علمانية لحد الآن حتى ولا يوجد أي حزب اسمه يحمل ضمن اسمه الحزب العلماني أعتقد مرة بس حزب صغير في اليمن يمكن فهذا فشل المشروع وانهار تماما بسبب ضغوط الضغوطات كثيرة عالمية وضغوطات اقتصادية والسبب الكبير هو هذا توريط بجتمعاتنا في حروب عدمية ضد الآخرين والآخرين الى قوياء جدا يعني ورطنا خاصة جمال عبد الناصر وصدام السين ومعمار غدافي والسودان يعني دخلوا في صراعات مع قوى عظمى وهم غير مؤهلين لهذه الصراعات كان بس الحشد الجماهيري مأتمدين عليه فقط لكنهم لا يمتلكون مقاومات هذا الصراع فكانت النتيجة انه غامروا بمستقبل بلدانهم وبلدانهم الان في في اسفل السافرين صراحة يعني يعني المصر الان العظيمة الكبيرة الان اين الفن المصري يعني الثقافة المصري يعني المفكرين المصريين موجودين الان اسماء لكن اسماء مشتتة يعني نثار هنا وهناك لكن لا تشعر ان هناك وسط فبالأراق انتهى تماما لا يوجد وصل ثقافي كلهم صاروا موظفين وهناك اسماء ايضا تحاول ان تقاتل لوحدها وبشكل معزول وبجرد ان تطلع تتحدث يتم اضطهادها وتنكيس اعلامها كما يحدث الان عندما يقول لهذه الهرطقة ماذا بعض يقول انا ما افهم مال الذي يعني وين تريد توصل الى اين تريد ان تصل بهذا فهو حقه بفعل يقول لك انه هي السفينة غرقانة يعني فانت انت مدوخ نفسك على شو يعني على كل حال هذا هو مزاجي وهذا واسي وانا احس انه عندي واجب واجب فكري لا اقول لك تعال معي ولا اذهب ضدي ولا اقول لك اترك دينك ولا اترك عقيدتك ولا اترك دولتك ولا اترك مصالحك لا المهم اقول لك هذا هنا لك اشكالات حاول ان نفكر بها فيها معهم لا اكثر ولا اقل فبالتالي هذا الحملة التورية التي قادها هؤلاء ادت الى انهيار تام لمجتمعاتنا فعند ذلك الوقت لم تكن الحركات الاسلامية واضحة للعيان ولم تكن مؤثرة بل كانت يعني موجودة لكن ليست لها تلك الصدوة وميزة هذه الحركات الاسلامية انها نفسها اتبعت النهج الذي اتبعه هؤلاء القادة الضباط الاحرار كما سمو كلهم احرار ولا احرار ولا بطيخ على كل حال اتبعوا نفس المهج معادات الدول العظمى بامكانات اسوأ مما سبق هؤلاء لا امكانات لهم وهم ايضا الدول العظمى ايضا بعضها معلوم الحركات الاسلامية الصينية هي بدعم من الدول العظمى الخاصة لامريكا هي نشأت بهذا السبب لمواجهة الاتحاد السوفياتي في وقتها فهؤلاء ايضا بعد ذلك راحوا ماذا فعلوا راحوا يواجهون الدول العظمى وتستمر الامر وتطوره الى احداث 2001 في 11 سبتمبر وكانت النتيجة ان هذه القوى العظمى شنت هجون كاسح وجبار على بلداننا وادت الى ما نحن فيه تدمير العراق تدمير بلدان كاملة و هيمة يعني دفعنا الشعوب كلها دفعا ثمن كبير وهائل بسبب هذا التطرف الديني الذين شرحوا الاسلاميون وهي حركات سياسية بالحقيقة يعني ليست يعني ممكن نقول لك حولوا الاسلام الى الادات واستغلوا على هذا الاساس وكان الحل هو سهل هذا السهولة اللي يتحدث به الاخ يقول له لانه المنطقة يعني كل المشاريع التحديثية انهارت وما يبق إلا هذا القعر يعني عندما ينهار هذا المحاولة للصعود والنهوض بمجتمعاتنا عندما تنهار القيادات وهي قيادات أيضا هشة وتعبانة وورطتنا كما تحدثت باسم الثورة والثورية انكشفت يعني انكشفت مجتمعات بل الأحرى انفضحت يعني سكاندال نحن انفضحنا يعني انفضحنا واللي كان كان كما يقول مصري فانفضحنا انكشفت حقيقتنا فطلعت ماذا طلعت خرجت هاي حركات الإسلام السياسي لأنه لا يوجد أي توجه فكري ومعرف يجمع رأي الناس فالناس طبيعيا تمثق بالإسلام ومتدين وليس لديه شيء آخر يعني لا يوجد منافس لهذا لأنه كل الأوراق انكشفت والأوراق التي كانت تعتبر نفسها رابحة ثبت زيفها ولم تبقى إلا ورقة الدينية وكانت كما قلت تأدى الأمر إلى التطرف الديني وانتشرت السلفية البلدان الشعوب تسلفنت لأنها لم يكن لديها خيار آخر أنه تحمست الناس وانتشر الحجاب هي صحيح هناك التوجيه وهناك تعاون من قيادة سياسية وحتى تعامر من الدول عمر العظم على هذا الموضوع لكن في الحقيقة هو هناك نوع من الخواء الثقافي والمعرفي هناك نوع من الفشل الفضائحي للذات العربية والذات الإسلامية أو ذات التي يفترض أن تكون موجودة لشعوب المنطقة فهذا كل عوامل وبعد أن الكارثة وين الدليل الأكبر على هذه الفضيحة أن عندما هاجموا الدول الكبرى وهاجموا أمريكا وادعوا قوة ليست لهم وليست منهم وليست فيهم وليست عندهم ماذا فعلوا عادوا نكسوا على شعوبهم وقاموا بدأوا يشنون الحرب على شعوبهم ويتهمون الشعوب بالكفر والآن ما زلنا لحد هذه اللحظة نحن ندفع ثمن هذه المواقف والكل يدلق تهمة الكفر والتكفير على الآخرين الآن قليلا بدأت التقل تهم التكفير واختيالات التكفير والدعوة إلى الكراهية وما ذلك وهذه لم تحدث بسبب وجود توجيه فكري وتوجيه العلاقة توجيه قائم على دراسات إنما بسبب توجيه عالمي أمريكا قالت كافي إحنا ما نحتاج هذا التطرف بعد وريد خطاب علامي متوازن لا يحتعي الكراهية ورفعوا هذه الدعوة على اليهود وعلى المسيحيين وما إلى ذلك بقوا فقط طالبان أزلوها وكما تؤزل المصابين بالجرب أزلوهم هناك وقالوا هذه حدودكم لا تخرجوها هذه حدود الله خلوكم فهدود الله مانتكم خلوكم عليها اللي يطلع مننا ندفع الثمن غالي وهو طالبان أرفعوا اللعبة خلك بس نطلع طلع باللدن طاح حضنا و دفعنا الأمرين فخلونا هذا البلد مانتنا وما نريد أكثر وإلى أن يقضى الله أمرا كان مفعولا كما يقال وكانت النتيجة هي أن السياسة بدأت تعبر عن نفسها من خلال الدين لا يوجد السياسة الآن لا يعبر عن نفسها من خلال الدين والخطاب الديني جزء من لغتها اليومية وهذا هو المشكلة أنه عمليات تحديث كلها أثبتت أنها عمليات مزيفة كما قلت والسبب أنه لم تدخل يعني أين حدث عمليات التحديث فقط في طبقات محددة فقط في مناطق المدن الكبيرة ولكن بقيت المجتمعات غارقة في بحار التخلف والجهل والمرض والفقر والجوع والظلم والاستعباد والاستغلال والسياسة يعني القيادات السياسية لا نجد لديها مثلا قدرة على معالجة أي موضوع من دون الدين لأنها السياسة ما يحاول إدارة الأمور مهما يكون السياسة ليس مفكرا وليس صاحب رسالة فكرية ومعرفية لا بد أن يحتاج إلى متقفين مستشارين على درجة عالية من الكفاءة والعلمية والثقافة فعدما اختفى هؤلاء وهذه الطبقة المتقفة كانت موجودة أثبتت مشاريح كلها الخواء لم يبقى إلا رجال الدين أصبحوا من كبار مستشارين لهؤلاء أو من لديهم خلفية دينية هذا أدى إلى أن يكون السياسة هو تابع للدين وليس طبعا الديني دائما يلعب لعبة بزدوجة أو المؤمنين دائما قدما يشوف المشكلة بالدينية يقول يشوف السياسيين ضلما فجرى لا يتبعون الدين الصحيح هو طبعا ولابد السياسة ما يتبع الدين الصحيح هو طبيعا لأنه إذا تبع الدين الصحيح يعني هاي سير طالبان فهي لابد يعني أنت وضعت في الواجهة وتريد منه أن يطبق الدين الصحيح ودينك الصحيح لا يمكن تطبيقها كيف تطبق السبي تطبق القطع الأيدي قطع العقاب يعني والتزوج الأربعة والسبايا هاي وهذا الدين فكيف يطبق السياسة ما تريد فدائما هو يعني ما أكون مذموم كالسمك المهم كانت النتيجة كل معالم الدولة الحديثة اختفت من واقعنا تماما وهذا هو بسبب ماذا بسبب غياب المشروع الذي يحتاج جهدا ويحتاج كما يقول صاحبنا بالتعليق فهذا غياب المشروع الذي يحتاج هذه الدراسات الصعبة المدققة التي تخضع الاختبارات وبحوث ومراجعات هذه الدراسة الحقيقية لكن كيف تجريها وانت لا يس لك متقفين يديك رجال دين يقولون شيئا في الصباح وشيئا آخر في المساء كيف يمكن أن تبني دولة حديثة ومستشاروها أو المتحكمون بأمر الناس وأمرها هم رجال دين يعني مستحيل وهذا النتيجة كانت أنه التغريب الروحي كما يسمى وهي كلمة مستلة من التراث المسيحي البابوي الفاتيكاني أنه الجانب الروحي في الحياة أنا أضحك من أسمع أنه ما يقولك الحياة الروحية وحياة الروحية هم أخذينها حتى المصلح ما أخذينها فجرى تغريب الحياة الروحية بالتعبير الديني طبعا ما عندنا حياة روحية لأن ما عندنا إنسان أصلا فكيف تكون لديه حياة روحية فعلى كل حال هذا الحياة روحية أفضل من حياة المادية وجرى تغريب الروحية على المادية وبالنتيجة كانت ما نحن فيه من تخلف على جميع المستويات لأنه التخلف أين يجري على الأرض وليس التخلف في السماء والمهم أن تتقدم في السماء والتطور في السماء والتحديث في السماء والخروج من الأرض هو العامل الصحيح لرجل الدين وهذا هو الطريقة المتعاودة يعني لا تطلب من الثور حليبا هو هذا رجل الدين هو هذا الدين مالتنا دين العلاقة بالسلطة والحياة الدنيا والخروج بالحياة الدنيا وبأفضل صورة وليستعدادا للدار الآخرة هذا هو الدين لا يعطيك حليبا لأنه ليس ابن الأرض لا تجد نصائح في الزراعة لا تجد نصائح في الزراعة لا تجد نصائح في الطب ما لا علاقة بها هم يألفون الطب النبوي بس هذا دعاية دينية ليست أكثر وهناك أجاز في القرآن كلها دعايات ومجرد ذر في العيون لكن في الحقيقة الدين ما لا علاقة بالواقع ما لا علاقة بالحياة يعني الدين ليس يعني يبدو علماني لكن علماني بس مسأل الثروات الفلوس يعني وما يأخذ الفلوس هذا هي أعتبرون هاي المادة لأنني قلت المادة هذه لها علاقة يعني ترهب بها عدوكم لشراء الأسلحة وامتلاك استعباد الناس باسم المال والسلاح والقوة والسلطة فالمادة بالنسبة لهم هي وسيلة لإنفاذ الأمر الإلهي أو تطبيق الحياة الروحية في التعبير الكلمة المضحكة فالسهولة وانحدد عندما فشلت هاي الطبقات المثقفة اللي شوفها طبقات فشلت في تحويل المجتمعات من أو تحويل هاي الثقافة من ثقافة ثقافة نخبة إلى ثقافة جماهرية بين الناس نجحوا قليلا على مستوى بسيط لكن جرى كل شيء تدميرها مع الوقت وحتى ما تبقى من هاي الثقافة الطبقة المثقفة هي الآن صامتة ومقموعة وتحاول أن تجد لها صوتاً يخرج هنا أو هناك بطريقة أو بأخرى هناك أشياء بعض يحاول أن يقاوم لكن وأنا عندي أمل بأن هاي المقاومة ستشفر عن شيء ليس لأنها قوية جداً أو حجمها كبير لا بس لأن الخطاب الديني بدأ يكشف أوراقها بدأت الناس تفهم أن المسألة ليست مسألة الدين وليست مسألة العاطفة وليست مسألة عبادات المسألة أكبر من هذا بكثير ليست بهذه السهولة فبدأوا يكتشفون الآن الآن الناس في حالة صدمة واستغراب وخشية يعني بين الخوف من الهيمنة الدينية على الناس واستعباد الديني والاحتلال الديني الشامل لمشعوبنا وحالة الطوال كما سميتها الدينية التي يخضع تحت شروطها الجميع الناس تحت هذا الخوف من جهة وتحت الخوف الآخر وهو أن يبتكروا شيئاً جديداً ويراهنون عليه لا يوجود لمراهنة أخرى لأن الدين ورجال الدين كانوا من الذكاء والحرفنة والمهارة اللصوصية إذا صح التسمية واعتذر على هذه العبارة بحيث يعرفون بأن تحت أي فرصة لوجود طبقة متقفة ولها علاقة بالعلوم العصر ولها علاقة بالقيم الحديثة الإنسانية التي لا حقوق الإنسان مثلاً لا يعترفون بها فكل هذا نفوها نفهم تاماً وتشويه لحقوق الإنسان يقلق لحقوق العبد الإنسان عبد لشهواتك سصير عبد ربك حسن ما سصير عبد لشهواتك يعني لأ بلغوي طبعاً أنا سصير عبد لشهواتك ليش ما سصير عبد لشهواتك يعني وأصلاً ليش هذا الفصل أنا أصلاً أنا إنسان ليش تفصل بيني وبين نفسي وصير عبد النفس بعد ذلك في القصة كيف مزيفة على كل حال ما يقول الأح في تعقيبه قال بأن أنت ممن أنت صعب أن تكون هرطوقاً لا نقول بالعكس هو الخلاصة أنه بالعكس هو الدين أو الأرضية الثقافية الدينية والبنية الدينية لمجتمعاتنا هي الموجودة والجهزة هي السهلة وهي التي استثمرت الموضوع الحركة فكان من الطبيعة تخرج حركات سياسية تستثمر هذه هذه البنية أو التربة الثقافية الدينية الجاهزة ويستثمرها لصالحهم واللي يساعد عليها كما قلت هو الهنيار المشروع المجتمعي الحديث الذي قاده ضباط الأحرار وقبلهم بالحقيقة قادهم الملوك طبق يعني الملكية العراقية والملكية المصرية وأيضا بجموع من الرؤساء في الخمسينات والأربعينات في سوريا ولبنان وتونس وحتى تونس تمرت المرقبة وفي المغرب أيضا والميزة أنه هاي الطبقة الذين قاموا بهذا التحديث أنه قاموا ببناء دول شبه حديثة لكن هاي المسكلة أيضا سبب سقوطها هو أنها لم تقم من خلال من تجربة نابعة من هذه التربة نفسه يعني هاي التربة الدينية الثقافية الدينية الجاهزة السهلة التي لا لا تحتاج جودا كبيرا لاستغلالها وتحويلها لحركات سياسية عنيفة أو غير عنيفة وتمتلك السلطة أو تستولي على السلطة لأنه الدول التي قامت انهارت والمشروع المجتمعي انهار بسهولة لأنها لم يقم على أسس صحيحة ولم يخرج من حاجة الناس ومثل ما خرجت في بلدان أوروبا بلدان أوروبا تطورت بسبب نهول وأصلاحات على مستوى الاقتصادي على مستوى العلمي على مستوى على مستوى الديني على المستوى الفكري على مستوى الحكومي المؤسساتي في جميع المستوى لكننا لم نعدنا رأيسا نجبنا دولة حديثة كتبوا دولة العراق دولة مصر دولتها سيكس بيكو سوى لك حدود وخططوها وصارت دولة حديثة والعالم بدأ ودخلونا بأصوة الأمم بعد ذلك أمم المتحدة قالوا أنتم دول وأجوا رؤساء وحيكلة لكن هذا الهيكل كله على فضاء فارغ وبالنتيجة إحنا يعني بناء أيضا الدولة هذه اللي يفترض كانت بصعوبة تمت بصعوبة وجهد طويل هي أيضا أسست بطريقة سهلة صعية معقدة ومركبة صارت بعد ذلك يعني تعليم وحداثة وما لذلك وتقافة وتفاصيل معقدة دول كثيرة لكنها كلها قامت بطريقة سهلة أيضا أسست ليست راسخة في وجدان المجتمعات وليست ناضحة من حاجتهم إلى بناء دول حديثة ما زالوا يفكرون بطريقة الدولة العثمانية وبطريقة وجود سلطان يطيعونه ويأتمرون بأمره هذه هي الحالة المركبة وهذه الجدلية سأخصر لها حلقة منفصلة شكرا جزيلا وإسفر مع السلام اشتركوا في القناة